بالنسبة لبقى استعدادات بعثة منتخب مصر الاول لكورت السلق اللي بتكلم هنا طبعا رجال لبطولة كاس العالم اللي بقالنا فترة متابعينها ولسه هنتابعها كمان الفترة اللي جاية هو مبارح سفره سلوفينيا ليخود معسكر اعداد قبل البطولة طبعا اللي هتكون في 25 اغسطس وحتستمر لغاية 10 سبتمبر يعني هتكون في الفلبين وحتكون في اليابان واندونيسيا وخلال المعسكر برضو منتخبنا هيخود مواجهة ودية امام منتخب السين المصنف هنا رقم 27 عالميا هتكون يوم 27 يوليو وبعد كده هتسافر بعثة المنتخب لايطاليا هيكون يوم 28 يوليو هيخود مواجهة ودية برضو امام منتخب جورجيا المصنف 32 عالميا ده هيكون يوم 29 تحديدا من الحضراتكم يحب يتابع طبعا وكل ده احنا من الكلم انه هو في اطار الاستعدادات طبعا قبل كاس العالم امالنا فيه كبير جدا وعجبني جدا الاستعدادات والوديات اللي بتتلعب من دلوقتي بتأهلك بتخليك مستعد بشكل كبير اعتقد ان شاء الله فرصتنا كبيرة جدا بالتوفيق ليهم باذن الله اشتركوا في القناة